تشهد دولة الإمارات على معدل نمو للإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث ينمو الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4% ليصل إلى 30 مليار و700 مليون دولار بحلول عام 2027 وذلك بحسب تقرير ألبين كابيتل شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية ويرجع ذلك لزيادة النمو السكان السريع في الدولة بمعدل سنوي مركب نسبته 1.6% بين عامي 2022 و2027 وزيادة تطبيق وتغطية التأمين الصحي الإلزامي والزهار قطاع السياحة العلاجية ورجح التقرير أن تنمو حصة الإمارات من إجمال الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في المنطقة بنسبة 22.7% في عام 2027 مقارنة بـ 20.7% في عام 2022 متوقعاً في الوقت ذاته أن ينمو الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات كنسبة من الناتج المحل الإجمالي من 4.3% في عام 2022 إلى 5% في عام 2027 ويتزامن هذا التوقع الإيجابي بزيادة حجم نمو الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة مع زيادة عدد الزوار بهدف السياحة الترفيهية أو السياحة العلاجية والتي تدفع الطلب على الأسرة الطبية في مختلف مستشفيات الدولة لا سيما في المستشفيات الخاصة حيث يتوقع التقرير أن تحتاج الدولة إلى أكثر من 20 ألف سرير بحلول عام 2027 بما يمثل طلباً إضافياً على 1584 سريراً جديداً على مدار الأعوام الخمسة المقبلة وتمتلك الإمارات نحو 700 مشروع قيد التطوير في قطاع الرعاية الصحية بإجمال سثمارات تقدر بـ 223.67 مليار درهم وتشير بيانات ألبين كابيتل إلى أن الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي قد نمى بمعدل سنوي مركب قدره 9.5% بين عامي 2020 و2022 ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 497 مليار درهم في عام 2027 مسجلاً نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.4% من عام 2022 وهي أرقام تشير إلى أهمية هذا القطاع الحيوي في الدولة والمنطقة وأهمية تطويره بشكل مستمر لضمان حياة صحية ومشرقة للجميع اشتركوا في القناة